هذا الموضوع ينضم إلينا سيدة حفظ الضبع أحد ثوار مدينة درنة بداية سيدة الضبع لو تحدثنا عن المبادرة التي خرجت مؤخرا لوقف اطلاق النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم للتصحيح فقط أنا الناتق الرسمي لمجلس شراء مجاهدي درنة وضواحية أما بالنسبة للمسألة وقف اطلاق النار من عدمه فطرح هذا الأمر مع أحد المفاوضين الذين أتى إلينا إلى المدينة من أجل حقم الدماء وإيقاف هذا النزيف الذي مصاب به المنطقة الشرقية بالذات فاشترطنا عليه أن يكون وقف اطلاق النار الشامل لمدينة بنغازي وإجابيا ودرنة لأن جميع الطوار كتلة لا تتجزع وكذلك إطلاق السجناء المخطوفين من مدينة بنغازي وكذلك فتح الطرقات عن المحاصرة لمدينة بنغازي وكذلك طالبنا بمساءلة الطيارين الذين قصفوا الأطفال في المدينة ومن أمر بذلك هو أن من يسمى بقائد العام هذا لا يمثل أي جهة إنما هو قائد ميليشيا وقائد عصابات المنطقة الشرقية في التفاوض من هذا الباب طلب مننا أن نوقف إطلاق النار أولاً ثم بعد ذلك نستغل إلى النقاط الأخرى فاشترطنا عليه وقف اطلاق النار يكون مقابل فتح الطرقات وإيقاف البراميل على بنغازي وإجابيا ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق لأن لا زالت تقصف بنغازي ولا زالت تقصف إجابيا يبدو أن القيران توقف قليلاً عن مدينة ولكن هذه يبدو أنها خدعة مفضوحة لأن التوجه الآن إلى مدينة بنغازي بهذا القصف وكذلك والله أعلم طيب سيدة ضبعة هل فعلاً ستسلمون أسلحة وأفراد كما يشاع في بعض وسائل الأعلام لمجرم الحرب حفتر والله هذه لا تتعدى أكذيب وأقويل يعني أنا ما أقول هناك صوار في مرحلة ما زالت الطورة لن تكتب البعد ولمن يفلمون هذه أولاً الميليشيات أولاً العصابات في منطقة مارا ولا منطقة جبا ولا منطقة هذه العصابات هذه الميليشيات قائدها مجرم حرب حفتر هذا المجرم هذا أمر غير منطقي وغير مستفاق ولا ينصار أصلاً لأننا إطارته من الأمور المقززة بطراحة بيش يكون صادقة معكم طيب ما مدى إمكانية نجاح هذه المبادرة يعني؟ ولا هذه المبادرة إلى الآن يبدو أنها في طريق هائل الفشل لأن لا زالت البرامير المتفجزة تنزل على أهلنا في بنغازي وفي إجدابي وهذا يبدو هكذا نحن ما زلنا نقول لعل هذا الوسيط يكون منطقياً في طلباته معنا لعلنا لا زلنا نقول نحن نريد سلام نحن نريد حقم الدماء الليبيين نحن نريد أن كل مدينة تقوم ببناء مدينتها على أي شبابها بدون تدخل من أي طرف من هؤلاء المجرمين ولكن لا زلنا نقول أننا مع السلام ومع حقم الدماء في ليبيا نعم إذن سيدة حفظة ضبع النطق باسم مجلس شورى ثور درنا كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك